قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم بايرميونيخي طمئن وليد ريقراقي عاجل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترسل الفيفا من أجل اللاعب المغربي إبراهيم دياز الجامعة تخطف موهبة جديدة من هولندا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار بايرميونيخ يطمئن وليد ريقراقي من المتوقع أن يستأنف نصير مزراوي اللاعب الدولية المغربية التدريبات الجماعية مع فريقه بايرميونيخ يوم الأربعاء بعد أكثر من أربعين يوما من الغياب بسبب التهاب في غشاء القلب وسيشارك اللاعب المغربي في تدريبات الاعتياد للفريق بحسب ما أعلنه مدرب النادي البافاري جوليان القسمان الذي لم يحدد ما تسهيكون مؤهل للمشاركة في المبارية الرسمية ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من فوز بايرميونيخ على باريسان جرمان في ذهب دور الستة عشر من دور إبطال أوروبا أكن مزراوي قد بدأ فترة التأهيل قبل أسبوع واكتفى بخوض حساس تدريبية فرضية قبل الحسم في تاريخ اندمامه للمجموعة وأنهى بايرميونيخ مخاوف مدرب المنتخب المغربي وليد راقراكي بخصوص جاهزية نصير مزراوي لحضور معسكر مارس المقبل الذي يعرف برمجة مباراة نويديتين أمام البرازيل والبيرو وكان مزراوي أصيب بهذا الالتهاب نتيجة تعرضه لفيروس كورونا في نهاية مونديا القطر مما منعه من استئناف المنافسة مع البافورين عاجل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترسل الفيفا من أجل اللاعب إبراهيم دياز قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب ترخيص من الاتحاد الدولي فيفا لتأهيل إبراهيم دياز لاعب ميلان الإيطالي حتى يتمكن من الدفاع عن قميس المنتخب الوطني البغربي في الاستحقاقات المقبلة وكشفت جريدة الأحداث المغربية أن إبراهيم دياز وفق على حمل قميس المنتخب الوطني بعدما أقنعه بذلك الناخب الوطني وليد راقراكي وكشف المصدر ذاته أن الجامعة الملكية باشرت إجراءات تأهيل إبراهيم دياز من أجل استصدار رخصة من الفيفا تتيح له تغيير جنسيتها الرياضية بعدما سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب الأسباني واختار الناخب الوطني وليد راقراكي إبراهيم دياز ضمن اللائحة التي ستشارك في المعسكر الإعداد المقبل والذي سيعرف مباراتين وديتين ضد البرازيل والبيرو على التوالي يومين 25 وال28 من شهر مارس المقبل الجامعة تخطف موهبة جديدة من هولندا أكدت تقارير جد مطلع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجحت في خطف موهبة صاعدة جديدة في الدولة الهولنضية للتحول لحمل قميس المنتخب المغربي بعد صراع شديد مع الاتحاد الهولندي طيلة الأسابيع القليلة الماضية ويتعلق الأمر بالموهبة أيو بوهرغي لعب خط وسط فئة الشباب في نادي فاينالدورتردام الهولندي وسيكون أيو بوهرغي حاضرا في التجمع الإعدادية الانتقائية الذي سيعقده المنتخب المغربي تحت 16 سنة في مدينة ملقا الإسبانيا بداية من يوم الأربعة إلى غاية الأحد من أجل اختيار أبرز اللاعبين ذوي الأصول المغربية الممارسين في أوروبا وضمهم إلى اللاعبين المنتمين إلى الأندية المغربية في أفق تعزيز صفوف منتخب الناشئين مستقبلا وحذر أسطورة الكرة الهولندي الدولي السابق فانباستان في تصريحات تلفزيونية سابقة حذر من التفريط في اللاعب فور علمه بتحركات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستقطابها واعتبرها واحدا من المواهب الكروية الواعدة في هولندا واعتبر فانباستان أن السيناريو حكم زياش ونصير مزراوية سيتكرر مع اللاعب الشاب الذي قرر في نهاية المطافة الدفاع عن ألوان بلده الأصلي بعد تواصل ممثلة الجامعة المغربية مع أسرته ومحيطها ومعه بشكل مباشر طيلة الأيام الماضية رغم تعرضه لضغوط من الاتحاد الهولندية وبعض مسؤول فريق فينورد وتألق أيب بشكل لافت منذ بداية الموسم الجاري برفقة روتردام تحت إشراف المدير فاني فانبيرسي اللاعب الدولة السابق لمنتخب طواحين حيث سجل 14 هدفا وقدم السبعة مريرات حاسمة 3 لاعبين جدد مرشحون للإنضمام للمنتخب المغربي قبل مواجهة البرازيل والبيرو يستعد المنتخب المغربي الأول لكراس القدمة لتتجيل ظهوره الأول بعد مشاركته التاريخية في النسخة الأخيرة من نهائية كأس العالم وذلك بمواجهة المنتخب البرازيلية في لقاء نودي بمدينة طنجة في شهر مارس وذكر موقع العربي الجديد أن وليد راقراكي المدير الفني لأصد الأطلس سيوجه دعوة للاعبين جدد خلال المعسكر الإعدادية القادمة بعدما اقتنع بإمكانياتهم وبما قدمه مع أنديتهم في الموسم الكروة الجارية ووضح المصدر النفس أن ثلاث لاعبين سيكونون ضمن اللائحة الموسعة وحدودهم كبيرة جدا لضمان مكانة في القائمة النهائية ويتعلق الأمر بالمدافع إسماعيل قندوس لعب نادي سانجيل وزال بلجيكي الذي سبق وانحضر في القائمة الأولية قبل النسخة الأخيرة من المونديال وأضف المصدر ذاته أن اللاعب إسماعيل سيباري مهاجم نادي بأس في عنده من الهولندية سيكون حاضرا بدوره في القائمة النهائية إضافة إلى مدافعي نادي شارولو البلجيكي مهدي بوكامير الذين لا إعجاب الرقراجي رغم صغر سنها حيث يسعى مدرب المنتخب المغربي إلى اكتشاف أسماء جديدة في المنتخب الأول وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الأربعاء الماضية عن خوض المنتخب الأول مبارس ودية لها بعد الإنجاز التاريخي في نهائية كأس العالم ضد منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا في الترتيب الشهرية الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بالملعب الكبير بطنجة يوم السابت الخامس والعشرين من مارس المقبل بعد ذلك سيتوجه المنتخب المغربي إلى إسبانيا لخوض مباراة ودية ثانية مرتقبة يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من مارس ضد منتخب البيرو على أرضية ملعب مترو بيليوتانو بمدريد الرقراجي يواكب أزمة السيس مع مدربها كالتفاول درقراجي مدرب المنتخب المغربي اتصالاته مع قائد منتخب أصود الأطلس رومان سيس لمعرفة حقيقة وضعه مع بيشكتاش التركي وذلك بعد التقارير الصحفية التي أكدت مؤخرا أن السيس صار قريبا جدا من موادرة الفريق بسبب تنامي حدة الخلاف بينه ومدرب شينول جونيش الذي أشار على إدارة النادي باستقبال العروض للعب المغربي مؤكدا أنه ليس ضمن مخططاتها وذكر موقع كورا أن هذا الموقف أحبط السيس كثيرا حيث أغلقت أغلب الدوريات الأوروبية أسواق انتقالتها لتنحصر الحلول لديه في الانتقال إلى اليونان أو اليابان ومن جانبه حرس رجراقي على رفع معنوية السيس الذي حمل إشارة قيادة المنتخب المغربي في ست مبارية بمونديا القطر وهو رقم غير مسبق على المستوى أصود الأطلس إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم باير ميون إخي طمئن وليد ريقراقي عاجل الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم ترسل الفيفا من أجل اللاعب المغربي إبراهيم دياز الجامعة تخطف موهبة جديدة من هولندا اشتركوا في القناة